فاطمة ماء العينين الفاعلة الاقتصادية والجمعوية بجهة الدخل وادي الذهب تعد من بين النساء المتميزات لا يعمل بجهد وعزيمة على دعم المرأة ومساعدتها على الارتقاء في مجال المقاولات بهذه الربوع الغالية من المبلكة بالنسبة للمسار الدراسي الحمد لله كان حافل خذيت باكالوريا سنة 97 من ذانوية الحسن الثاني بالداخلة كان رغبتي دائما في الجامعة لأن نديروا تكون هناك شعب التخصص من نفس ووفقنا الله أن كان في ذلك الفترة قليل جدا اللي توفقوا وكملوا قرائتهم ووالله استكملوا دراستهم فاطمة ماء العينين هي رئيسة فرع جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب بجهة الدخل وادي الذهب التي تأسست في سنة 2000 بهدف جمع وتمثيل رائدات الأعمال المعترف بهن في المغرب من جهة وتعزيز ريادة الأعمال وتطويرها من جهة أخرى حققت مقاولة في ظرف تقريبا سنة على أرض الواقع وعدت من تخصص في مجال معين إلى تخصص في مجال ذاني مهم جدا سنة 2022 الحمد لله انفتحنا على جمعية النساء رئيسات المقاولات في المغرب وكان الحمد لله الفضل على أنها فتحت أول فرع في الأقاليم الجنوبية وتهتم السيدة ماء العينين إلى جانب الأنشطة المقاولاتية بمجالات أخرى ذات أبعاد تنموية وثقافية وحقوقية من خلال عضويتها على الخصوص باللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لوادي الذهب ونيابة رئاسة كل من مركز وادي الذهب للثقافة وجمعية النهضة النسوية للتنمية